المشروع. نسميها احنا قلنا واحدة من اساسيات طبعا اضامة المشروعات والتروشيك مانجمين ان ده لازم يبقى عندك خطة للمدة الزمنية والبرنامج الزمن المشروع. بمعنى اخر ان انت عايز تقعب كل نشاط من انشطة المشروع ده. اللي متكونة للمشروع. هتبتدي انت وتخلص امت. ومدتها قد ايه? طبعا لو ما عرفت مدتها قد ايه هتبتدي زائد المدة. هتخلص امت. تمام? زائد علاقيتها ايه? مكانها يبقى فين? جوة. جوة المشروع. لانه قلنا الانشطة متطبطة ببعض ولازم حاجة تبقى قبلها بحاجة بعدها وخلافها. فازاي تعمل برنامج زمني المشروع? وقلنا البرنامج الزمني المشروع ده على خسب انت فقاني مرحلة من دورة حياة المشروع. هل برنامج زمني رئيسي? في الاول خالص? ولا هل برنامج نص كده? فالكونسط نفسها او فكرة ازاي تعمل برنامج زمني? حينطبق على اي واحدة من دول. سواء بتعمل برنامج زمني لسنا مرحلة التصميم لاصدار الرسومات وخلاف مماراة لاصدار الرسومات او برنامج زمني اللي عملية التطرح على المقاولين وشركات المقاولات والدعوة للشركات والتقدم بالعروض وبعدين العروض تيجي وبعدين تفتح العرب الفني وتفتح العرب الفني المالي وعين تتفاوت كل واحدة من دي تقدر تعملها نشاط وتوديها مدة زمني. او برنامج زمني لما حلت الانشآت اللي هي وقت والمدة في دورة حياة المشروع. آآ على حسب بنود الاعمال وعلى حسب العائد اللي معاك. نفسها الففل واحد. طيب. يبقى واضح كده ان انا عايز اعرف ايه هي انشطة المشروع. اول سؤال عشان اعرف برنامج زمني. المشروع ده مكوناته ايه? مكونات المشروع بيتكون من ايه? يبقى اول اعرف اول حاجة. اول الخطوة لازم اعرفها. ايه هي انشطة المشروع. في بعض البرنامج تسميها تاسك. تاسك يعني مهام. برضو مجموعة المهام اللي بيتكون من المشروع او مجوعة الانشطة اللي بتعامل المشروع. طيب. لو انا بقى عمل برنامج زمني تفصيلي. ايه المستنات اللي عندي عشان اعمل مشروع? عشان اطلع من الانشطة. انا عندي مستنات العقد بقى خلص برنامج زمني تفصيلي دخلت بمرحلة الانشطة بقى فيه عقد. مستنات العقد اهم حاجة في مستنات العقد طول ومرة احنا عارفين. فيه الرسومات. صح او لا? فيه المؤيسة الاعمال اللي هي بيانة كميات بتاعت المشروع. اللي هي تحط فيها الاسعار. المؤيسة اللي بنسميها بالانجليزي مؤيسة الاعمال. فيه المواصفات الفنية عشان لو بتحكمني في حاجات معينة. اه لازم اختبارات معينة. لازم حاجات معينة. يمكن تقصر على المدة. تمام? فيه الشروط العامة والخاصة بتاعت العقد. لو بيقولي حاجات معينة في الشروط العامة. تعليمات مقدمة العطاء. الكلام ده كله الشروط العامة. فانا عندي مجموعة المستنادات. طبعا الاساس فيها هي الرسومات المؤيسة. قال لك اول حاجة. آآ عشان تبتدي تتخلية اللي هنا او التكنيك او المسود. المسود والطريقة اللي تقدر تستخدمها. تعمل حاجة اسمها اللي هو الاعمال. تفصلها. هيكل. اه? فيما انت هيكل لتقسيم الاعمال. تتخيل كده زي الشجرة. المشروع ده عبارة عنين? تكون الشجرة بالفروع بتاعتها. تماما عشان كده اللي عاملة هيكل. فالحطة اللي لازم تبع عارفها ومتعلمها ان الحطة دي اسم ها التكنيك اللي باستخدامها او الهايكل التنظيمي للاعمال. طبعا انت هتقدر راح تطلعوا منين هولي والديفالوك انت محتاج تتطور طوروا. هتطوروا ازاي? هتبصوا في الرسومات واتبصوا في المؤيسة. هتلفى من الرسومات المؤيسة المتكونات المشروع عبارة عنين? تمام? بنيجي نفكر مع بعض كده. انت مسلا ليجي يقول لك ايه? عندك مشروع مبنى. دي اول بوكس. ده اسمه المشروع اللي هو الهدف. طبعا ممكن اللي بقى موصفينه يعني كزا دور مش عارفينه. طيب هأسر الشغل ده ازاي? لما بص في المؤيسة والرسومات هلاقي عندي اعمال مدنية وعمال مشروع باسم. هبص لاقي عندي اعمال مدنية وعمال مشروع. وعمال كهرباء وميكانيكا. وكلام ده. عندي تلات انواع. يعني انا ممكن اسمه بالاعمال المدني الواحده. يعني ممكن انت تنتجي تفكر حكاية ضمي وقاسة ده ممكن يتطور من واحد الواحد يبقى مختلف. ممكن تيجي تقولي والله البيلدين ده مكون من اعمال مدنية اعمال التشتيبات وميكانيكا الالكتريكال. ميكانيكا ميكانيكا. ميكانيكا. كهرباء. تمام? يبقى انت قسمته هنا ايه? طيب. كان ممكن واحد تاني يقسمه بالادوار. يجي يقول لك المشروع ده او البلدي ده. ده عبارة عن بدروم ودورين. فكان ممكن يقسمه هنا بدل دي يسمي دي ويسمي الدور الاول. الارضي ويسمي الدور الاول. فان يشوف ده كان مكونه ايه? هكذا. ممكن تقسمه بالمكون يعني بالنفس المشروع كبير. فانت عندك بلد يعني عندك بقى بيتكون من صور وخزان وتلات اربع مباني. ده من مصنع مثلا. مبنى المصنع. مبنى المنتاج. بتلاقي نفسك انت ممكن يعني انت هنا ده عندك ايه? مصنع. بتيجي انت هنا بتقول لي والله انا حقه ده المخازن. مبنى الويرهاوس لوحدة. ويرهاوس بلدي. مبنى المصنع بلدي. والمصنع فيه مبنى داري ومكاتب. بتيجي تقول لي والله اوفيس بلدي. وهانت تقول لي الموقع العام بقى فيه الشبكات. شغل شبكة الماء والكهرباء والصرف والكلام ده. بتيجي تقول لي اه اللي هي خدمات. وبعين فيه صور وبوابة. جيت. وفنس. فالتاني اقسمتها بالايه? بالمكونات. نعايز اقول لك يعني ان 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 ممكن تقسمه بكزا طريق. ممكن تقول لي الجغرافي. افترض المشروع اللي انت عاشده انشاء عشرين مدرسة. خمسة في محافظة في المنوفية. خمسة في الصعيد. خمسة في محافظة كذا. خمسة في محافظة كذا. فايبتا ايه? قسمته جغرافي. جغرافي. ممكن تقسمه بالمهندسين. ما عاربش المشروع بطريقة معينة او انت بالديفيجن جوه الشركة عندك. اه مجموعة شركة كذا او مجموعة ادور الاول. مسكين دور. الدور التاني. مسكين دور. دور التاني. يعني بالنشاط. اه? او بالديم اللي انت باخده. فانت ممكن ده تقسم على خاصة طبيعة المشروع اللي معيك. الرسومات والمعايسة والمستهنات بتاعتك. اه? والموقع العام تبص عليها كده وتحاول تشوف اني احسن طريقة. بتاع تقسمه. خلينا ناخد الطريقة دي. مبنى. فالمبنى الف بي. لما بسيته الرسومات لايه فيه اعمال مدنية. وفيه معايسة خاصة بالتشريبات. الواجهات الخارجية والبياد الداخلي والسيراميكو والارضيات والكلام. اه? ولقيت معايسة اتشوب الكهرباء وميكانيكا ولوح الكهرباء والمروح والتهوية. اه? وخلاص. راح تقسمه بالتالتة ده. طيب. تسأل نفسك سؤال. يعني هنا ما قلتش دي قبل دي او دي بعد دي. دي حتة الايه برنامج الزمن. انا مجرد شجرة ببني شجرة من مكونات المشروع. اجي على السبب. ودائما تسأل سؤالك ينفع. اوقف هنا ولا افصلها اكتر. لفروح تانية زيادة. ها? تسأل السؤال الرئيس هنا. هل حتى عارف تخطي لها مدة? يعني في لغة كل الكنداة عايز تنشطها بمدة. فانا لما بص كده سيم الووكس. ما عادرش اقول دي طوال شهرين ولا تلاتة. عايز اعرف تفاصيلها ايه? اكتر. فتيجي انت تقول لي وابا ايه طيب. يعني السيم الوكس دي? لازم اقسمه اكتر. ايه لك? تعال ناخد مسلا. شغل تحت الارض. الاساسات والفاونديشن واللو فيه بادروم والكندا كله. وهيكال من فوق. فتيجي تقول لي والله انا هادسمه ايه لك? صب. وهنا هعمل السوبر ستركشن. الصب يعني تحت الهيكل. اه تحت الهيكل. مش الانفرا. الانفرا يعني بنية اساسية اه? صب كمة صب يعني تحت. اه? فصب تحت الهيكل. وهنا سوبر ستركشن الهيكل نفسه. طيب. ده عبار عن ايه? احسب الرسومات. عندي بادروم. عندي اواعد واساسات. اكيد عشان قبل ما اعمل الاواعد والاساسات عندي خفر. عندي ردن. اه? عشان احفر ووصل الليبل والمنسيب. بتلاقي نفسك ده ممكن ترجع تقسمه ايه ده? ارسول. اعمل ترابية. مسلا. اه بعد كده تيجي تقول لي والله اه اساسات. عندي اختان سندة. ها? وعندي سقف البدروم. تمام? طيب الاعمال الترابية. ممكن تلاقي نفسك بتفصل الله ايه? حفر وردن. صح والاخر? المدة كافية كده اعرف ايه قيم الاساسات مدتها قديم? والك تقول لي والله لا ليها تفصيل عرض? نجارة واحدات او في نوعين من الفاونديشن. وارسي. في خرصانة عادية. ايه ده اللوع? عندي في خرصانة عادية. برشة نظام. وبعين عندي تحتية. دايما تلاقي نفسك الفاونديشن دي. قسمتها الى وارسي. والارسي دي تقدر تقسمها الى نجارة. حدادة. وصد. صح او لأ? نجارة دايما نحن نسميها فورم وورك مسلا. نجارة والحدادة اللي هو وهنا كونكريت. ها? زي. فهكزا. دي عندك الخطان تعيق عندك نجارة وحدادة وصد. تقدر نحنسيها الى نجارة وحدادة وصد. طب السوبر لأصل. يعني كده اطلقى تقول لي بسافر مدروب. لكن انا عندي تلات دوار. فتلاقي نفسك ما اسم الى فرست فلور. صح او لأ? طيب واللوح بتقول لي ايه? ان الفرست فلور ده عبارة عن كولومز. كبر وهيه? تمام? والكولومز دي اقرأ اسمها تاني الى وستيل وكونكريت. صح. اخدت بالك ان انت عملت بايه? شجرة. ها? حتى يقول لك عاملة زي الاب زي الشجرة للعيلة. ده الاب اهو 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 اه? الاب والهم هنا نخلفه التلات عيال ده. والامبين. ده نخلي في سابستراكشن والسوبرستراكشن. تمام? السابستراكشن مخلق دول. ها? كذا. فانت عمل شجرة العيلة دي مكملة. بتوصل لليفل انا ما بقولكش هنا بقى دول ستيل. قل المصمار والسلك والا. والكلام ده الليفل ده مش عايز توصله. المهم انت وصلت الى حاجة كسرت المشروع الى انشطة تفصيلية تقدر تساعدك ان انت تحسب الانتاجية بتاعتها وبكتالي كميتها وانتاجات. كمية والانتاجات. لان انت اي واحدة من دولت ادى تخش تحصر بها. هتقدر تخصرش ده دور الاول الاعمدة تطلع من لوح كميات الخرصانة بتاعة الاعمدة. هتلاقي نوع اسمو سي وان ونوع اسمو سي تولة وفي جدول الاعمدة هتطلق مقاسس سي وان الارتفاع بتاعه الطول في العرض اه? هتقدر تحسب الكميات بتاعها. وبالتالي ادوك تحسب كمية الخرصانة. ادوك تحسب كمية الحديد التسليح بتاعه. وانت تقدر تحسب النجارة لو انت عايز تحسبها. ها? هكذا. فانت عارفت توصل الكميات. الكميات عن طريق الكميات هوصل للمدة. يعني في الاخر برنامج زمن عبارة عن نشاط وعبارة للمدة. ها? فالمدة هيعبار عن الكمية مقسومة عن انتجين. بعمل كم طول في اليوم مسلا في اقسم دي على دي. ها? بنت الحفر. حسارة الحفر. طيلي عندي عشرة الاف متر. بعمل الف متر في اليوم يبقى عشرة الاف على الف. يبقى ايه عشر تيام. هكذا. فانت هنا كونت. دي اقام التكنيك تبقى متعلمها دايما في البرامج الزمنية. الورج بريك داون تقدر تعمله باي مشروع. وعلى حسرة طبيعة المشروع عايز تقسمه جغرافي عايز تقسمه بمكونات المشروع عايز تقسمه بالمهندسين. ها? وخلافه. المهم ان انت تتكون الشجرة بتاعها بالمشروع. دي كمان بتفيدك دعا في حاجات تانية بعد كده لما تيجي تقدر تتابع عليها انت ممكن تتابع بالضبليو بي اس دا. الشغل هيقفت اللي هي. يعني انت خيال انت عامل كل الكلام ده بوكسات. او تلونه. لما تيجي تتعمل تقارير مسلا بعد شهر ولا حاجة نوع من انواع التقارير اللي تطلعها. حاجات اللي خلصت شلها. او الحاجات اللي خلصت قلبها لون اخضر. حاجات اللي شغالها قلبها لون مسلا اه احمر. ها? هكذا. فتقدر يقدر يساعدك دايما ساعات التقارير الملونة اللي فيها الرسومات بتبقى اثر شوية من الكلام. والتيكسل المطلوب. فتقدر تستخدمه في الهيه في الريبورتين. ها? تقدر تحوله الى تكلفة. بالاخر برضو المشروع بقى عن تكلفة. ماشي. المشروع مدته اتناشر شهر وتكلفته مليون جنيه. المليون هنا تقدر توزعها بقى. من تلاتين في المية. التشغيبات كان فيه تلاتين في المية. ستين. وكان فيه اربعين في المية. صحي وميكانيك او كارات. فما انت ايه? ابتدت ايه تكلفة? الحالة دي بس ساعات بيسموها بقى يعني ايه? الحتة دي بدل نسميها ايه كوست? كوست بريك داون ستراكشن سي بي اس. هيكل برضو بالايه? بالتكلفة. بيساعدك وانت بتحسب الموازنة والتكلفة بتاعت المشروع. وتقدر تتكوده بكل واحدة اي واحدة مدية تدية كود وتشتغل عليه بالمتابعة والبسجنة. فالمهم ان انت عشان تعمل برنامج زي ما ايه? اول حاجة عايز احدد الانشطة بتاعت المشروع. ومكوناتها. عشان احدد الانشطة بتاعت المشروع اهم التكنيج بفكر فيها اسمها الو بي اس. حتى الو دلوقتي زي مايكروسوفت بيساعدك ان انت تبني الو بي اس. ها? وممكن من الو بي اس دي ربما حولها الانشطة. عشان يسهل الانشطة بتاعت المشروع. طيب دي اول خطوة التانية عايز اعرف مدة كل مشروع. مدة كل نشاط قديه? اللي نسر الكلمات فيه. يبقى نمرة اتنين. عايزين نفسر او اكتيبيتي ديوريشن. صح ولا? اكتيبيتي ديوريشن يا مدة. طبعا طالما انا بقعب برنامج تفصيلي يبقى انا اكيد باشتغل باليوم. طالما انا بتكلم على برنامج تفصيلي نجارة وكنادة وصب اه? ها? ها? يبقى انا اكيد بتكلم بالايه? اليونت وحدة تخطيط باليوم. باليوم. دي. لو انا بعمل برنامج رئيسي ممكن يبقى بالشهر. او ممكن بالويس. بطلع الرسومات مسلا وبرنامج الانجينيريج ممكن بالويس. ها? في مدة المشروع. ها? طيب. طب تي اجيبها ازاي? اول حاجة كمية على المعدل. يعني دي لو هنعمل لها معزلة. الديوريشن دي دي بتسوي مقسومة على انتاج. اه? انا زي ما قلتلك مساء. بندل حفر. الكمية عندي فين? عشرة تلاف متر. جبتها من اين? يخش جوة المعيسة. ولا يبندل حفر? مكتوب قدامك انا عشرة تلاف متر اللي انا حطيت باربعين جنيه متر. باربعين في عشرة تلاف مش عارف مية الف اه? او لو مش موجودة عندي? هخش اخسرة من الرسومات. المهم ان انا طلع على الكوانتيتي. هخش اخسرة من الرسومات. ليه ساعات ما بتبقاش موجودة عندي? بندل حفر دي اكيد هيبقى موجود. لكن مسلا خرسانة مسلحة. ممكن تبقى المعيسة مكتوبة? خرسانة مسلحة للاعمدة. في المشروع كله. عبارة عن مية وخمسين متر مكعب. بس المشروع بتاع عبارة عن بدروم وارض واول وتاني. وتالت. بدروم وتالت دوار. صح ولا? بيبقى لازم اخش اللوح تحت البدروم. لوحة البدروم. احصر الاعمدة بتاعت البدروم. واحصر اعمدة دور الارض واحصر اعمدة دور الاول واحصر اعمدة على حسب النشاط. بس بلعد الحالات اخش اعمل نفس حكاية البلطات. او البياط. ممكن يبقى بديك سئل اعمال البياط. البياط بتاعك ده بياط بالمتر مسطح في المشروع كل. بس انا بعمل برنامج زمني في عندي نشاط اسمه اعمال البياط للدور الارض. بعمل البياط للدور الاول. بعمل البياط للدور السطح. وورة في السطح. والدروم. بلازم اخش اعمل حصر ايه? من الرسومات. تمام? اه حوصل للكوانتيتي. فدي سهل. حيب عندي الانشطة دي. عندي الو بي اس. حولته الى مجموعة انشطة. تخليك بتعمل برنامج كده على الانشطة. ربط انت ايه? رصص الانشطة دي كلها تحت واحدة. اه? كل واحدة من دي? هتحسب لها الايه? الكوانتيتيتي التعاية. طيب. الانتاج مرتبط بايه? الانتاجية. الانتاجية. طب والبرودكتيبيتي دي الانتاجية مرتبطة بايه? طريقة التنفيذ. احفر يدوي. العشرة تلاف متر. احفر بحفار. طب جايب اتنين لودر. طب جايب تلاتة لودر. ها? نفس الحكاية. اصب خرصانة عندي كمية السقف ده في متين متر مكعب. طريقة الصف ازاي? خرصانة جاهزة? كم موجودة? ولا بحفر ولا خلطها في الموقع. طب معدلها اتنين متر مكعب في الساعة. عايزة عددت ساعات تاك 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 تقدر تحسب كل الكلام دي. الحددين المجارين المعدلت بتاعتهم. ها? طبعا في كتب بتقول الكلام ده ومعدلات لكن انت عايز كمان من الحياة لعملية. لان انا برضو بشتغل في موقع في الصحراء. ولا العمالة بيت عندي. ولا بشتغل في موقع في وسط القاهرة. في الزحمة. موعد الدخول وخروج. اه? الارتباطات. على حسب الحالات اللي انت ايه? فالتا المعدلات في كتب. الموسوعة الهندسية. مؤنس عبدالوطيف الباقة ده ده من زمان من تلاتين سنة عامل موسوعة موسوعة الهندسية. ماسك البندة بندة من دول. بيتكلم على معدلات الاداء بتاعه والكميات والمؤطقة والتنفيذ وخلافه. اتحد المصر المقولين يطلع كتب عن الكلام. اه هتشتري كاتربيلر ولا المعدة ولا اللوودر هتلاقي في الكاتروج بتاعها معدلة بتعمل كزا في الساحة. بس فردت التشغيل. ها? فالحاجات اللي كلها لازم تثبطها عشان تقدر. يبقى انت هنا اهم حاجة عندك نخلق بحطة طرق التنفيذ. على قد للبلود الرئيسية. المباير البنة بيفرض كم متر مسطح في اليوم. هكذا بيبني كم متر مسطح في اليوم. في جزء نظري وفي جزء من ناحية العملية لازم تخطها وامكانيات الشركة. لان عشان كده البرنامج الزامعي ده كلنا اتفقين المشروع ايه بس اتناشا شهر وحعمل برنامج باتناشا شهر. لكن معدلاتك من جوة دخلنا بحطة وامكانيات الشركة. هتعرف تجيب لك اللوودر ولا الوينش البوردي ولا دي ولا دي ولا دي. ها? عشان تقدر تحقق المعدلات عشان تقدر تحقق اليه المدة الزامنية. بنت هنا اتكلمت شوية على يبقى من دور لازم تبقى انت حاطبت المعدات والعمالة بتاعتك ايه? وبالتالي دي هتسمع معك تقسل الكمية على حسب تليه? طيب. كده يبقى انا كل الانشطة بتاعت المشروع عرفتها. من اول الحفر لغاية عزل السطح فوق وتركيب بلاط الموزايكو واخر حاجة مسلا في المبنى. عملت لستة من مئة نشاط في المشروع. والكل نشاط من دول حسبت له المدة الزامنية. الحفر عشر تيام. خبس انا عادية اربع تيام. مش عارف نبار ايه للسقف كزا. عزل السطح فوق في الموزايكو ومش عارف تركيبه تلات تيام. حسبت المدة الزامنية. طيب. عايز انتقل لبعد كده. الهدف الرئيسي برنامج زامنية انه عارف النشاط ده يتدي امتى ويخلص امتى? لو سألتك بقى ابنت العزل فوق تاعة السطح ده اللي انت حطه عزل حراري او اللي عزل الخطوبة من برين. حت تركيبه امتى. طبع ممكن اسألك هتورده امتى كمان ابريها لو هي هفيها احخامات ممكن في البرنامج الزامن تعمل جدول برنامج للتوردات. تطلع برنامج توردات من برنامج التركيبات. انا مش حادر اركب واقع. اعزل فوق السطح. من برين. الا لو انا اشتريت البيتومين ووردته الموقع. مش حادر اشتري الحديد. حديد الدور الارضي ولا حديد الدور الاول. الا لو الحديد عندي في الموقع. فانا ممكن اطلع كمان جدول بالتوردات. مش حادر اركب الاسنسير والمصعد او المواسير التخزيع. الا لو المواسير اصور انتوردت. ها? فالبرنامج الزامن امسه لنقدر اطلع منه جدول توردات. كمتى انا عايز التوردات دي? ولو التوردات دي لونجليد اعرفي بعض التوردات اتا فد وقت. طولومبا اسنسير حاجات المستوردة تقعد بالاربع خمس ستة شهر. يبقى انت من بداية المشروع لازم تطلع على ايه? بتاعتها. ها? فيبقى انت تطلع منها جدول التوردات وجدول التوردات المهمة الرئيسية التي تاخد عايتها. طب وانا حورد كده على طول. حورد الكولومبا ولا الاسنسير ولا المصعد ولا الحديد التسليحي. ولا لازم قبلها حتة انجينيري. في حتة هندسة قبلها. انا معايا لوح اه. دس محتاج احصر وطلع الحديد الفعلي. يعني محتاج اعمل رسمة تنفيذية. الرسومات اللي طلعوا في التصميم ما بيدينيش الحديد الغطافي. ما بيدينيش الاطوالة. تاعت الفواتير. ما بيدينيش كزا وما بيدينيش اه? بيديني الفرش والغطة بتاعها وخلاص وزات ستة. اه? انت لسه تخش تشتغل ايه? وتطلع رسمة تنفيذية. رسمة تنفيذية تطلع منها ايه? تمام? حصر الحديد. وبالتاعي حصر. حولتها ستاشر فاية تنتاشر فاية اتنين وعشرين. حولتها ايه? اقطار. والى كزا طن. اللي تدي لي بتاع المشترات عشان يعمل لك الايه? فيبقى انت عندك حتة انجينيري. يبقى لازم يضاف لك كمان انشطة. خاصة بالانجينيري. طيب. هلأ انا هروح اشتري الحديد ده? حديد عزي? ولا حديد السويس للسولب? ولا بشاي? ما يمكن المواصفات ولا عقد محدد لان معينة. ما يمكن في المواسير اشتغل ولا اشتغل ولا اشتغل والحصر بتاعها. عشان ما توردش كمية اللي انت عايزة بالزبط. مع الهالب طبعا. انت كمان لازم تعتمد من الاستشارك او من المالك. المواد اللي هتتورد وتركب. ببقى عندك مرحلة اعتماد ايه? الخامات والمواد. كل دي انشطة تقدر تضيفها بالبرنامج وكمل لنشاط التنفيذ ده. يعني وانت بتعمل البرنامج لازم هتدخل معاك انشطة التوريد وانشطة اعتماد الخامات وانشطة الرسومات والينجينيرين اللي بيتم في الاول. للمراحلة الاولينиновين كلها. طيب. انا عندي الانشطة وعندي المدة الزمنية بتاعي ده. عايز اكتفي احط لها المدة الزمنية. طيب اهم حاجة بقى في المدة الزمنية دي ايه? مكان النشاط ده فين في المشروع. زي ما أولتو insurance به كده. العز للسطح مش هادر عزل السطح الا لو السطح اصلا موجود. مش هادر بايقى الحيطة الى لو الحيطة مجنية. مش حضر ابن الحيطة اللي لو كنا صبينا الساق وفكينا الشابة. تمام? بيبقى مكانها فين بالبرنامج ابتدت هنا لازم اكون فكرة علاقات. الخطوة التالتة او او اعمل العلاقات بالانشطة. بمعنى اخر كل نشاط من اللي انا بنزله عندي في الليستة في الايمة دي كل نشاط من دول عايز اعرف ايه اللي قبليه وايه اللي بعدين. ايه النشاط اللي لازم يخلص قبليه? او مش لازم يخلص لازم بيبقى ابتدى شوية. انا برضو مش لازم انتظر لان اغادت لنشاط الدور ده كله ابني المباني عشان اخش اشتغل بياضي. صح ولا? ممكن نقول والله المباني من محور الف او محور وان او محور فايف بين اكس اي واكس بي. لما يخلصوا هدخل ايه البياض وراها. بقية المباني مكملة. في وقت احنا كده الانشطة ده لو ده نشاط المباني ده نشاط البياض. اعمل معا ايه? اوبرلاب تداخل. في حاجات تانية تقولي لا ما ينفعش. لازم نشاط كله يخلص. لازم اصد بالسعف عشان اشتغل مباني. وفك السقال. يبقى ده يخلص ده يبتدي. ها? يبقى ايه? اسمه. النشاط اللي قابليه يخلص. ان ده يبتدي. الحالة التانية لو انا عمل تداخل اسمها بعد ما ده يبتدي باسبوع ممكن ده كمان يبتدي. فالفرق بينهم هنا المسافة اللي بينهم الحتة دي اللي هي ليه? الاسبوع التداخل. او اللاج. ها? طيب يبقى انا هنا محتاج احدد ايه? الانشاط. يبقى انا نشاط نشاط محكاية افكر ايه النشاط اللي قابله? وممكن يبقى اكتر من النشاط. البياض برضو مش حد انا رشكله. ايه اللي انا من المباني انت واستيسك الكهرباء. الموسيل والعلم اللي انت بتشوفك دي. اللي هبايد عليك. ها? يبقى عندك نشاطين. فممكن يبقى فيه اكتر من نشاط. ها? وهو لما يخلص ايه الانشاطة اللي وراها? اللي تقدر تشتغل. تمام? من ناحية الفنية المناججة. الكلام اللي بنستخدمه صح هنا. ده اسمه النشاط السابق. كل نشاط. ليه نشاط سابق? والنشاط ايه? لاحق. السابق بنسميه عشان لما تقرأه في الكتب وتقرأه في الورق. السابق. والسكسسور اللي هو اللي ايه? النشاط اللاحق. يبقى انا لكل نشاط من دول محتاج احسب له السابق. ومحتاج احسب له السكسسور. النشاط اللاحق بتاعي. او اكتر من نشاط. زي ما احنا قلنا. او اكتر من ايه? نشاط السابق او اكتر او نشاط اللاحق او اكتر. تمام? كده يبقى انا بتادي تكون الشبكة نتيجة علاقات الانشطة دي مع بعض. انا تقريبا تكونت شبكة من انشط المشروع. اللي هي في الاخر توصل لمبنى المشروع اسمه تمام? بيبقى الخطوة التالتة مهمة جدا ان انا ابني العلاقات بين الانشطة. قال لك في اربع انو اعمل علاقات. ممكن. انا بديتك بيسال اتنين وهم دول اهم اتنين اللي دار جيله وبنستخدامه. ده يخلص ده يبتدي. وده يعني ده حتى عال في لو انت مورتش انو على النشط. هيفترض انه يعني ده ده الاساس. يعني حالة الاساسية. ده يخلص ده يبتدي ده يخلص ده يبتدي. وده يبتدي على طول يعني يعني يساوي زيرو. يعني ده خلص تلاتة يناير ده يبتدي تلاتة يناير. ها? النشاط اللي بعدها. ها? طبع انت ممكن تقولي لا انا صبت السقف ومش هقدر افكت الشادة قابل من الرسومات مش قابل مسلا اربعتشر يوم ولا مش عارق قمستاشر يوم. هيبقى هتبقى تخش اندخل في البرنامج. اف اس بساوي ايه? خمستاشر. بتاع نشاط فك الشادة او نشاط المباني. المباني اللي قتلها نشاط السادة مع ديها خمستاشر يوم مسلا. ها? فلتممكن تتحكم. لكن الدافورت الاصل ده بيخلص ده يبتدي. في نوع تاني من العلاقة اللي ايه قلنا ايه? يعني في نوع علاقة اسمها. اف اس. عشلون لسه ده باين انا انا باين ما عندي باجئت شوية. اللي هو الفينش. ولو رسمناها ادي كده نشاط اسمه ايه? وده يخلص ده يبتدي. ده نشاط اسمه بي. العلاقة بينهم دي اسمها ايه? اف اس بتساوي زيرو. ها? ده يخلص ده يبتدي. الزيرو ده اللي انا بنسميه هنا يعني هل في بينهم تأخير ولا لا? ها? ده نوع من انوع العلاقات. العلاقة التانية نفقدها فويها اس اس. اللي هي بداية مع بداية. بربط البداية بتاع نشاط ايه بنشاط بي. يعني ادي ايه? بعد ما ايه خلص بالخمسين في المية? مسلا? البي بتدى. بيقى من هنا النقطة النقطة دي دي اللي اسمها ايه? اس اس. مسلا بتساوي يبعد ما ابتدت خمس ايام. ها? النشاط اللي بعد هو ايه? خلص. ها? النشاط اللي بعد هو ايه? نشاط اللي بعد هو ايه? ده يخلص وقته وده يخلص وقته ما عندناش فيها مشكلة. ده استعبتوا استعبت. في نوعين تانيين. سيئة ما بيستخدموش قوي يعني اللي لو حلقة وانت بتعمل برنامج طالبهم. تربط نهاية ده بنهاية ده. ده يبتدي زي ما او عايز. ده يبتدي زي ما او عايز. نشاط ايه ونشاط بيه. لكن انت عايز الاتنين يخلصوا مع بعض او ده يخلص بعد ده التلات ايام. ادي ايه? وادي بي. بس انت عايز الاي مع البي هي دي الاف اف. مسلا بيساوي خمسة. ان البي خلصت خمس ايام بعد الايه? يعني بتختبئ مسلا المصاعد او شغل الاختبارات. الاختبارات لو انت بتعمل انت اختبر المصاعد. انت ركبت المصاعد. لكن المصاعد تاعة عشان يشتغل والاليفيترو عشان يشتغل كمان لازم تخلص شغل. المسلا تركيب الرخام اللي في اراضيك المصاعد. او ليجناب تروى المصاعد دول انت بقفلهم خشب او مقفلهم ركاب. اه? اذا عندك باند اسم رخام وباند اسمه تركيب المصاعد. فانت بقدرش تقول ان تركيب المصاعد ده خلص او التشغيل بتاعه. اه? الا لما الاتنين دول يخلصوا. اذا بخلص شغل والرخام والتشريبات الداخلية وركبت المراية وركبت مش عالب بتاعه. عملت وفي نفس الوقت ركبت المصاعد. اه? في بقى اتنين مع الربوطين. الحالات لو انت عملك حالات كده في البلانين اعملها فنش توفنش. الحالة الرابعة برضه عشان تبع عارفها. افس افس. بداية ده بنهاية ده. يعني انت هنا رابط دي بدي. ده الايه وده الدي. بداية الايه بنهاية بي. هي قطار عكس شوية يعني. اه? بس ده نهاية ايه ببداية بي. اه او ممكن تعكسها. نهاية بي. بلايه ببداية ايه? يعني على حسب الحالة اللي انت عايز اشتغل عليها. اه? اسمها ستارت وفنش. يبقى انت عندك اربعة ريليشنشيكس. فينش توستارت. ستارت وستارت. فينش توفنش. ستارت وفنش. وتقدر تلعب في اللاجز المدد لما قلت السبت اللاجز وما كابشو. حتى لو كابتك سؤال في اللي انت عان هيبقى لك زيرو. لما قلت ركش ده بان دايب اخلاص فينش توستار ده باخلص. ده بيبقى انا كده عملت انشطة رسمت شجرة المشروع. الهيكل بتاعه. واعرفت اوصل اكثر مستوى تفصيلي انا شايفه كافي. اعرف احدد منه المدة الزمنية. تمام? فرقتها صورة جدوى. كل جدوى من دول حصرت له الكمية بتاعته. فهمت اكثر هنفزه ازاي? وايه ميكانيات اللي عندي والموارد من العمالة والمعدات. وبالتالي اعرفت احسب المدة الزمنية تقديرية للنشاط. ها? طبعا احنا حتى التقديرية دي في واحدة من التكنيك اسمها اللي هو لو انت مش واسق او من مدة بتاعتك. يعني احنا هنا خطينا ان عندي عشر كلاف متر حفر. دي انا واسق بالكمية. والمعدلات بتاعتي انا شايف الناس عندي بالريسورس بالامكانيات اللي عندي باللودر بالمعدات. يعملوا الاف متر في اليوم. عشر تلاف على عشرة عامل ايه? عشر تيام. فبشور الهندسة المدنية بحاجات سهلة مباشرة. لكن في مشاريع تانية معقدة. لما العشر تيام دي ممكن تقعد اتناشر يوم. ممكن تخلص في تمن تيام. يعني ممكن ابقى متفائل تخلص في تمانية. وممكن ابقى متشائم تخلص في اتناشر. والمتوسط العشرة اللي انا ارتهد. العشرة وتلاف على العشرة. فدخلت في حاجة اسمها بيرت. قالك بقى المدة يعمل لها وزن نسبي. اهه? وزن نسبي. خد اكتر مدة انت متفائل بيها. يبقى تمن تيام. زائد اكتر حاجة انت متشاهم فيها الاتناشر. زائد اربعة ايه? اربع مرات. واحد كده عاد اشترى شفاية وبحس وقال لك يعني يطلع باربع مرات اللي هو الايه? المتوسط. يبقى اربعة في عشرة باربعين. زائد الاتناشر بقيت اتنين وخمسين. زائد التمانية بقيت ستين. تقسم الكلام ده على ستة. عشر. عشر. ولا تقسم الكلام ده على كامل. او في الحالة دي طلع عشر خمس. يعني في الحالة دي طلع اه? في المسال ده اه? يعني اللي تحطها هنا تبقى انت لو انت بلود معينة او انشطها مش تغيرتش فيه قبل كده. مش واسط منها. ما عندكش سرقة خبرة. احاول تاخد لها ايه? متوسط كده يعني. اما كانوا بيعملوا الصاروخ مش عارف ايه في ناسها بتاع المدة ده ايه مش باينة فكانوا تقدر تجيب مجموعة متشاقلة وتقدر تجيب مجموعة متفائلة وتحطوهم ده الواحد وده الواحد وده يقدر لك الوقت وده يقدر لك الوقت اه? هكذا. احنا في الهندسة المجانية يعني من الموضوع مباشر. فانا كده حسبت طيب وجيت على كل نشاط من دول حددت العلاقات. ايه اللي قابليه وايه اللي بعديه? الخطوة اللي معك كده ارسمه في صورة شبكة او احلل الشبكة عشان اعرف ده يتدي انت واخلص انت. لو حطيتها معاية النهاردة على واحد فبراير مسلا اللي اول النشاط فقدر السلسل. هذا الموضوع. فخليني احطها لكم مسلا في صورة ايه? يعني شبكة كده او حاجة كده. يعني احنا الجدول اللي عملناه ده دلوقتي ببساطة كده. لو انت عامل جدول. انت هنا عامل اكتيبيتي اي دي. زي رقم قوي كده عشان تسهل على نفسك. وهي اكتيبيتي ديسكريبشن. اللي هو الوصف. نشاط كزا نشاط كزا نشاط كزا. هنا حسبت ايه? الديوريشن. الديوريشن. صح ولا? في الديز. بعد كده دخلت انت في الايه? الريليشنشيبس. الريليشنشيبس. اللي على الطاطق. فتعال مسلا. الاكتيبيتي اي دي دي ايه? ده عشان شغل والبرامج اللي انت انا عمال اقول لك عن شرط. المشروع طبعا مش قلل سبعمائة نشاط تبنمائة نشاط. مشاريه عادة باشي اتكبر. عشان تفلتر بعد كده. انت تده تدي ايه? اي دي. الاي دي ده ممكن يبقى واحد اتين تلاتة اربعة خمسة ستة. ممكن يبقى عشر عشرين تلاتين. ويفضل حاجة كده على اساس لو نسيت نشاط والتشغيل تضيف. نشاط رقم اتناشة. لكن واحد اتين تلاتة هتضطر بعد ايه? الترخيمة. ده ابسط صور لو انت تعمل نشاط عشر عشر عشرين تلاتين اربعين وخمسين سلتين. حاجة كده. بقى بتسمح لك كمان النشاط ده ده ممكن غاية مش عارف تسعة ارقاب تسعة يعني تسعة يعني لغاية مليون ولا تسعة مليون اربعين اربعين. فلاص بقى ممكن تدخل ارقام مع حروف. فتيجي انت بقى اي حاجة فيها شغل سبل خد مسلا كلمة سبل في الاول. ها? بيبقى عشر سي اي في عشرين سي اي في تلاتين. اي حاجة فيها تشغيلات اي حاجة ها? اي حاجة انجينيرنج هندسة والرسومات اللي قلتلك عليها سميها اي في الاول. اي حاجة توريدات تعمل لها يعني قصد ممكن تعمل انت كود تقصى تاني يعني كود تصنيف كده زي تصنيف التربة بالانواع بتاعها. فانت تعمل بتاعك وتفترضها قصمش في البداية وانت بتعمل برنامج. تقدر تربطه طبعا بالضب بي بي اس شوية. ها? عشان تساعدك. في الاخر انا هتنعمل برنامج زمن عشان نتابع عليه ونتطمن الراجل ده شغال وموفر الموارد ولا لا? قصة الادارة دورة الادارة اللي اتنا قلنا عليها دي. في الاخر عشان اقدر اطلع ولو فيه حراف اعدل من الحراف واقلل التأسير بتاعه على التكلفة او لو انا سابق خير وبركة. فيبقى انا عايز اطلع الريبورتات. الريبورتات دي بتساعدني لو انا عامل تصنيف سريع. اطبع لي كل يا كمبيوتر اطبع لي كل من كل اللي واخد فن. كل التشتيبات. كل اللي واخد فن هو دور اول. لو انت عامل يعني ها? ها? هيطبع لك كل انشط الدور الاول تشتيبات. اطبع لي كل شغل الخرصانة اللي تحت الارض. ها? اطبع لي كل شغل الخرصانة اللي انت ميدي له حرف ايه? ارس. اه شغل الاعمال الترابية. ها كزا ها? فيبقى انت تقدر تعمل في الريبورت بتاعك يساعدك على حسب انت انا انا مليش دعوة دولوقتي بالسقف لو انا لسه انو وصلتش السقف. انا اشغال تحت الارض. انا عايز الانشطة بتاعت الايه? تحت الارض. او انت عندك مهندس بعد كده مسؤول عن ايه? احمد. فانت ممكن تطبع لي كل الانشطة بتاعت المهندس احمد. ممكن تبدي بالاسماء. ها? بالتيم يعني. ها? اه كزا. فالمهم ان انت عاجل ايدي بتصنيف. انت بتتحكم فيه زي ما انت عايز. فهنا عشرة دي مسلا. نشاط عشرة ده مسلا. نشاط عشر ده مسلا. نشاط عشرين دي بي سي. خرصانة عداية. نشاط تلاتين دي. نجارة فورمول. للارسي فونديشن. نجارة للاواعي المسلحة. الستيل ده ستيل للنجارة مش عارفية. ها? من ده هنا عشر تيارة. ده مسلا يومين. نجارة تلات تيارة. الحديد اربع تيارة. ماشي? ده انت حطت في صورة جدوى البيانات اللي انت عملت طلعها من الرسومات. من ها? حطتها كده. طب تيجي تقول لي والله البند الحفر ده ده اول نشاط في المشروع. فملوش ايه? ملوش حاجة سبب. اول نشاط ملوش حاجة قبلية. واخر نشاط تسليم المشروع ملوش حاجة ايه? ملوش ايه? نشاط لاحق. ها? فانت هنا دي انت ممكن تقسيمها الى حاجتين. اللي هو السابق. وايه? نشاط اللاحق. فتيجي تقول لي نشاط عشرة ده زيرو داش. ها? ملوش سابق. والسابق بتاعه نشاط ايه? عشرين. وتيجي على نشاط عشرين ده. السابق بتاعه ايه? عشر. واللاحق بتاعه ايه? نجار يبقى تلاتين. وتيجي تقول لي نشاط الاربعين ده. السابق بتاعه تلاتين. واللاحق بتاعه مثلا خمسين. او ممكن تقول لي خمسين وستين زي نوع تلات. ممكن يبقى ايه? اللاحق بتاعه كزا نشاط. او السابق بتاعه ايه? كزا نشاط. لبقى انت هنا كونت الجدول. انت هنا مش هتعرف تعمل اكتر من كزا. الباقي لازم تخش على الصفت ويه? طبعا احنا على مستوى الشيتات بتاعيتنا والانتحانات والكلام ده احنا بنحلنا ايها دوي. يعني يجي لك سبع تمام انشطة. ها? وهي من دي كان المدة. ومجسوم في الشبكة شكل العلاقات وبالتالي انت تخش تحل الشبكة. اللي هي خطوة الاخرانية دلوقتي. نحل الشبكة. يعني نحل الشبكة. نعرف بقى النشاط ده يبتدي امتى بقى? ويخلص امتى. ابتدي امتى ويخلص امتى. دلوقتي ما تعرفش. لو تلات نشاط اربعين حدادة للاواعي المسلح. هتقول يا فندم بياخد اربع خياني. بس استنى بقى خليني احسابها كده ده قابليه خمسين وستين ويخلص مش عارف ايه. دي الحتة اللي عايز تحسابها بقى دي ليه ايه? تحليل الشبكة. عشان احصل اعرف الستارت ايه? والانت ايه? ديت بتاع. لو انا بتخل الكلام ده على لو معايا ده اخش انا بقعد على خلاص. مش محتاجة خطة من كده. ها? طيب. يو الخطوة اللي بعد كده عايز احلل الشبكة. قال لك الانشطة دي لو رسمتها مع بعض. بتكون شبكة. الانشطة دي لو تكونتها مع بعض. القيطة دي عملت لي شبكة. لو انا حللت الشبكة دي. يبقى انا وصلت للقر للمواعيد المبكرة والمواعيد المتأخرة بتاعت المشاريع. تدي امت وتخلص امت. هنا اخدنا خطوتين في العلم. قال لك فيه طريقتين ترس بالشبكة بتاعت المشروع. يا سهم يا بوكس سندوق بالبلدي كده. يعني يا ترس بالشبكة يعني كل سهم خط بيمثل ايه? نشاط اكتيميتي اون اروا. يعني يعني رسمة. ها? ده بديل. البديل التاني اكتيميتي بوكس. ايه بصراحة اسمها العلمي مش بوكس يعني ده اسمها ده لدي بوكس. يعني اسمها العلمي دايجرام. يعني دي اي دي ام ودي دايجرام. يعني ايه الكلام ده? هرس نقولك بسرعة كده. الشكل ده والشكل ده. لكن اتنين يدوك نفس النتيجة. انا برس برس من الانشاطة بتاعتي دي في صورة شبكة. وهحلل الشبكة. ممكن يبقى طريقة تحليل الشبكة مختلفة من طريقة لطريقة. الارو عن البي دي ام. ولكن في النهاية مواعيد الانشطة حوصلها سواء هنا صح او غالب. الديفولت والصوفت ويرز. كلها والدراميك شغالها بطريقة ايه? البي دي ام بتاعت البوكس. لانها اسهل شوية في البوكس جوها كل البيانات. جوها اسم النشاط ورقم النشاط. ويبتدي انت ويخلص انت. التانية بتاعت السامة بتطلخبتك سينا كده شوية. ها? بتترسل حاجة زي كده. فده النشاط اسمه ايه? ده بي ده سي ده دي ده اي. فالسامة هنا عبارة عن ايه? النشاط. وتكتب الديوريشن بالقوزين. ده تلات تيام. ده اربع تيام. ده خمس تيام. ده تلات تيام. ده يومين. الديوريشن بتطلخة. ها? يعني لو خلتناها عالجنف كده. هنا نكتب النشاط. فوق او تحت ما يفرجش معنا. ها? هنا ممكن تكتب الديوريشن. طب ايه التاية دي? قال لك حدس. حدس البداية وحدس النهاية. يعني النشاط اللي اسمه اسمها ايه ده? ليه حدس بداية اسمه واحد واثنين. يعني انا فالنشاط اللي اسمه ايه? اللي هو كان الحافرة مسلا. بيقع نقطة البداية بتاعته حدس البداية ون. وحدس النهاية بتاعه ايه? ها? لكن تعال على نشاط اسمه بي. حدس البداية بتاعه وحدس النهاية تلاتة. ومدته ايه? اربعة ايام. ونشاط سي. حدس البداية برضو بتاعه اتنين. ونشاطه ايه? وحدس النهاية بتاعته اربعة. ومدته ايه? خمسة. فدي اسمها ودي اسمها حدس البداية وحدس النهاية. دي طريق اه? فانا رسمتها. رسمت الشبكة اللي انا قلعتها بالجدول هنا. العنشطة دي بتاعتي بالعلاقات بتاعتها بالدوريشن رسمتها في صورة شبكة. تمام? الخطوة اللي بقيت. دي اسمها منتون? طيب لغاية دلوقتي برضو لو سألتك نشاط الاسمه دي ده يبتدي امتى ويخلص امتى? او نشاط الاسمه ايه يبتدي امتى ويخلص امتى? هتقولي لا هو حدس البداية بتاعه رقم اربعة. حدس النهاية بتاع الخمسة. ومدته يومين. طب يا عم يبتدي امتى? متعرفش ان انت متعرفش حدس البداية الامر الاربعة ده يبتدي امتى بس. بس انت ما عرف حدس البداية او بقى سعيد. دي بقى الخطوة اللي بعد كده دي نروح واخدنا خطوة تانية يعني بعد ما رسمت الشبكة اسمها تحليل الايه? الشبكة. فالاكسرسايز ده اصر المسألة دي كلها والقصة دي كلها اسمها بحلل الشبكة بتاعته الانشطة. عشان اوصل للانشطة دي بتواريخ البداية والنهاية بتاع كل نشاط. طب يعني اخلل الشبكة ببساطة كده. قلت لك اعمل مستطيل فوق كل واحدة عشان نحط المواعيط. فوق كل دايرة. نحلل الشبكة كده بسرعة. المستطيل ده هنا نفترض. ده تحط فيه طريق البداية. قال لك كل نشاط في معاد اول معاد ممكن يبتدي فيه امتى? ده بنسميه ايه? اول معاد مسموح للنشاط ده يبتدي فيه. تبقى اللي وضعه بالايه? بالشبكة. تبقى اللي وضعه بالشبكة اول معاد مسموح له يشتغل فيه. طيب اول معاد يخلص. هو زائد الايه? يبقى يعني لو ده بتدى واحد فبراية. والديوريشن عشر بتيان يبقى ده عشر فبراية او حداشر فبراية. ها? ماشي? طيب. قال لك بس فيه حاجة داية. فيه نشاط ممكن يتأخر شوية. وما يقصرش على مدة المشروع في الاخر. نعم رأي خمسة دي ما تتأخرش. ما زال المشروع عشر طوشة. يبقى زال ما عشر طوشة. فقال لك ممكن يبقى فيه انشطة مسموح لها تعوم. كلمة تتأخر شوية وغير ما يقصر على النهاية. ممكن تعوم شوية. من غير ما تأثر لي على البرنامج. طبعا لو تأخرت شوية وعملت زيادة على لزوم. هتقلب هي ايه? ان النشاط حرج تأثر على المشروع. فيبقى انت برضو محتاج تحصل حاجة اسمها لكل نشاط. لكل نشاط. لكل نشاط. آخر معان آخر معاني مسموح للنشاط ده. يبتدي فيه من غير ما يقصر على البرنامج. على مدة المشروع. غير ما يقصر على مدة المشروع. ليه تستمر? وطبعا الليت فنش عبقا من الز زيادة ايه? يبقى انا لما اقول لك تحليل شبكة. يعني ايه تحليل شبكة? انا عايز لكل نشاط. اعرف ايه الموعيد الايرلي? وايه الموعيد المتأخر? حتة تسمع ايرلي. الموعيد المؤخرة. ودي اسمها الليت. وهتكتشف لما تحلل الشاركة موعيد متأخرها. لما تكتشف هينم? الموعيد الايرلي دايس. وهو وهو وهتلاقي بعض الانشطة هي الايرلي بعد الانشطة الايرلي مختلف عن الليت. اللي هي المسوح لات تقدر تقوم شوية تقدر تقوم? تتأخر يوم اتنين تلاتة على حسن بقىenario فلود بتاعها مدته قدية. ها? لو هو هو الليت يبقى قالب به ان النشاط ده كريتيكا. النشاط ده حارج. يوم ما يتأخر يوم مدة المشروع يتأخر يوم. يوم ما يتأخر بسبوع مدة المشروع يتأخر بسبوع. لو بالبلدي كده عندي مبنى وعندي صور. يبقى انا مسلا اكيد لو عندي كلمة حديد محددة اشتغلها في المبنى والصور ده اكيد شكله كده حيبا فيه فلود. هيعوم شوية. ممكن مش لازم يخرز دلوقتي في نفس المواعين. ها? فيبقى برضو واحدة للغرض الاساسي للانالسس وتحليل الشبكة اعرف ايه الانشطة الحارجة. اللي هي الارلي. لو الارلي بيساوي الليت. يبقى النشاط ده كريتيكالي. حارج. يوم ما يتأخر يوم هيأخر المشروع يوم. كريتيكال. نشاط حارج. الانشطة الحارجة اللي في المشروع دايما اسمه كريتيكاليتي اندكس. معامل كريتيكاليتي. ما يزدش عن خمسة وعشون تلاتين في المائة. مش ممكن يبقى مشروع كله كريتيكالي. لو انت برنامي بتاعك عندك غلط. او مدة المشروع اصلا غلط. المفروض تعملها بقى في عشر طوش كان مفروض ايخلص خمسطاشر شهر. مش عشر. ها? متى كده مزنون. كده لو يوم واحد اتعطل حياة قابل. فالمفروض النورمال خمسة وعشين تلاتين في المية. نسبة الانشطة الحارجة. للمشروع كله. لو المشروع الف نشاط يبقى فيه ميتين نشاط هم الكريتيكال. اللي ركز عليهم. وديهم الاولوية في الكاش والفلوس. عشان كده قلنا فيه مسألة اسمها ازاي تدير الموارد حركز ودي اولوية للايه? للانشطة الكريتيكال. فانا عندي لو هو الليت يبقى ده كريتيكال. لو الكريتيكال ده وصلتهم ببعض العشين تلاتين نشاط دول. اللي في المشروع الخمسة وعشين تلاتين في المية. عملولي مصار جوه المشروع اسمه المصاري الحارج. عشان كده برضو التكنية دي اسمها ساعة. اعمل برنامج بطريقة الكريتيكال يعني انا حضر الشبكة واحدد للانشطة دي المواعيد الاري. المواعيد الليه? واشوف تاني عنده فلوت ولا لا? اللي فلوت زيرو. الفلوت بتاعه زيرو. طريقة التعوين بتاعكم زيرو. الاري هو هو الليه? يبقى النشاط الكريتيكال. انشطة الكريتيكال اللي وصلتها ببعض. تبقى هي تتكون لي حاجة اسمها المصاري الحارج. سي بي ام. طريقة المصاري الحارج. تمام? لان ممكن واحد تاني يعني ان يرسم البرنامج على اكسل. بارات نوع ان يرسمها على اكسل. لكن طبعا دي مش طريقة المصاري الحارج. يوم ما تيجي تتابع النشاط ده تأخر. انت متعرفش مسامة على السكسسوريس كوهيه. مش هتعرف. حتوه بقى وسط الف ايه? مش عاطة. لكن الفتاعة والحاجات دي بتقوم على مبدأ السي بي ام. احدد فين نشاطة الكريتيكال اللي هو هو الليه? اللي ما فيهاش الفروت بتاعها بزيرو. وبابتعالي النشاطة دي اللي نركز عليها. تمام? تحليل الشبكة بسرعة كده. لو احنا هنا ده اول يوم كان زيرو. يبقى النشاط اتنين ده يشتغل امتاز زيرو زي التلاتة. يبقى ده تلاتة. صح ولا? التلاتة دي? تلاتة زي اربعة تنزل هنا ايه? سوعة. والتلاتة زي الخمسة تنزل هنا ايه? تمانية. طب تعالي على ده ده. هنا بقى ده نشاط خمسة ده صور الابنت رقم خمسة داخل عليها اتنين. فقال لك دي ما تشتغلش غير لما الاتنين يجوا الاسم يبقوا خرصوا. فالتلاس هتاخد الاكبر. لما يبقى عندك حاجة رايح عليها اتنين او اكتر. يبقى لازل تاخد الايه? الاكبر. هنا هيكتدي فكرة. واحد يخلاص بدلي شوية لكن قاعد منتظف لكن اهه? عشان التاني هو. فهنا سبعة زي التلاتة تدي عشرة. هنا بالصدفة دي كنت غير. خلائنا نعمل دي تلاتة بقى. وتمانية زي التلاتة تدي ايه? حداشرة. تتبعهم بلا. يا دي اتناشر اما من المصار من هنا سبعة زي التلاتة تدي ايه? عشرة. اخد اخد الارضة. دي مش هتشتغل غير لما الاتنين دول يخلصوا. بيبقى هنا احط ايه? حداشرة. تمام? الحتة اللي انا حلتها دي اسمها المصاري الاماني. جبت بيها الارلي ديتس. ارجع بقى باكورد ارجع خلفي كده هجيب حداشرة حداشرة. اخر نشاط في المشروع زي اول نشاط زيلو زيلو. لازم يقفل زيلو. المشروع ده لازم يخلص لحداشر يوم رحداشرة شهر. يبقى اللي هو هو ايه? الليت. يعني ما ما يفعش في العقدة اقول له اه? بيبقى حداشرة حداشرة. ارجع بقى بالنقص. حداشرة ناقص تلاتة تدي تمانية. حداشرة ناقص تلاتة برضو. ها هنا الارضة ماشي? تمانية. تمانية. ماشي? الاتنين دول راجع عليها ايه? اتنين. راجع اخد الاقل. تمانية ناقص اربعة. يا اخد اربعة. يا تمانية ناقص خمسة. تلاتة. صحب على اه? يبقى انا اخد التلاتة المينمو. وانا راجع بالمسارة الخلفي ده اخد المينمو. وانا راكد باخد. تلاتة ناقص تلاتة لدي زيو. لازم تكفل معايا هنا. الحتة دي اسمها وده اسمه الطريقة دي بتطلقها في ايه بقى? لان زي انت شايف كده ساعت بعض التواية دي بستخدمها مرتين. لكن لو جيت قلت لك دلوقتي. نشاط رقم ايه ده? الحفر. يبتدي يوم ايه? هتقول لي يوم زيو. اللي هو مسلا نهاردة عشر فترايا. طب النشاط ده يخلص انت هتقولي ده يخلص تالت يوم في المشروع. تمام? طب نشاط رقم سي. هتقولي ده يبتدي بليوم التالت في المشروع. ويخلص اليوم التاني. اليرلي ديت بتاع. ولازم برضو التالت الليت ويخلص التمانية. طب هنا نشاط رقم ده. يا تمانية ويخلص عشرة. يا تمانية ويخلص ايه? حداشر. سوري تمانية يخلص حداشر. لكن هنا كميب النشاط تلاتة خمسة ده. يبتدي يوم سبعة. ويخلص حداشر. حداشر. ها? عنده جاية حداشر. ها? يعني يبتدي يوم تمانية ويخلص برضو ايه? حداشر. ها? طب لو انا قلت لك فيه النشاط فيه المساري الحاربي. اللي هو الالي هو اول ايه? زيرو زيرو. تمانية تمانية خداشر خداشر. ايه ما ده? هو ايه? قدام بلون احمر. النشاط الحاركة على مشروع هو ايه والسي والدي. معناها النشاط البي ده والنشاط الايه? يقدر يتاخر بين يقدر يتاخر يوم تكشف. ها? بالموضوع ده. نفس الطريقة دي لو اسمتها بوكسي. في اسبوع جاءة اتكلم شوية على طريقة البقلة. وحلناها بطريقة البي دي ام. ها? هنحلها برضو. لكن هي هي نفس حكية. المساري الاماني والايه? والمساري الخلف. احسب واحسب واطلع منه التوتال التعوين لو التعوين زيرو. الفلوت بتاعه زيرو. يبقى النشاطة كريتيكال. النشاطة كريتيكال لو وصلتها ببعض. يبقى انا عملت كريتيكال والمساري الحارك داخل المشروع. تمام?